للستات المتجوزة اللي يمكن اتأخرت في الحمل النهاردة احنا عايزين نتكلم على عوامل نجاح الحق المجهري اكيد لازم يكون فيه دكتور شاطر وعنده خبرة بس بيبقى فيه كروه وراه بيساعد نجاح الموضوع ده واجهزة ومعامل وده اللي هنتكلم عليه النهاردة دي في النهاردة هو دكتور عبداللطيف سويلم استاذ العقم واطفال الانبيب والحق المجهري مسائل خير يا دكتور ونهاره اهلا وسهلا يا فاند طبعا اي واحدة متجوزة وتأخرت في الحمل كلنا ستات بنفسنا نبقى امهات فانا عارف ان العلم تقدم جدا وبقى فيه حلول لكل حاجة الحمد لله الحمد لله النهاردة بالاخص يا دكتور عايزين نتكلم على العوامل اللي بتنجح الحق المجهري بس خلينا كده نعرف الستات ايه هو الحق المجهري هو الحق المجهري ببساطة اللي هو بناخد البويضات من الست بعد ما نعملها تنشيط للمبيض وبعدين بنجهز الحيوانات المنوية وبناخد الحيوان المنوي وبنحقنه داخل البويضة تحت الموكروسكوب فده اسمه حق المجهري البويضة اللي اتحقنت بالحيوان المنوي بنحطها في الحضانات اللي هي فيه معمل الاجنة اللي معمول بطريقة مخصوص يعني علشان البويضة دي يحدث فيها تخصيب تخصيب البويضة دي هو عبارة عن اتحاد العوامل الوراثية بتاعت الحيوان المنوي مع العوامل الوراثية بتاعت البويضة عشان يكونوا بويضة مخصبة البويضة المخصبة دي لما تتكون تبدأ فيه انقسامات بتطلع خلايا الخلايا دي بنسميها جنين الجنين دا بنرجعه الى الرحم ممكن في اليوم الثالث او اليوم الخامس من عملية الحقن طب بنلجأ امتى للموضوع ده لما الست يكون فيها ايه هو او الراجل يعني طبعا يعني فيه عندي اسباب ممكن تبقى موجودة في الراجل وممكن تبقى اسباب موجودة في الست نتكلم اسباب اللي موجودة في الراجل اللي هو ضعف الحيوانات المنوية يعني ايه ضعف حيوان المنوي سواء كان العدد قلة العدد أو الحركة أو زيادة نسبة التشوهات بتاعت الحيونات المنوية وستنفذت كل طرق العلاج اللي ما قدتش إلى تحسن إطلاقا لا في حركة ولا في عدد ولا في أي عامل من العوامل اللي احنا تكلمنا عليهم دول الرجل أو أحيانا في بعض الحالات يبساء للمنو موجود وما عنديش حيونات منوية فيه يبقى الحالات المنوية موجودة فيه الخصية وما بتخرجش من الخصية إطلاقا لسبب قد يكون عيب خلقي في عدم موجود الحبل المنوي أو انسداد في الحبل المنوي أو ضعف فيه وظيفة الخصية فالحالات المنوية ممكن تبقى موجودة فيه الخصية فبناخدها بطريقة جراحية بسيطة جدا وبنحقنها داخل البويدات بالطريقة اللي احنا قلنا عليها ده كأسباب في الرجل أما أسباب في السيدة قد يكون ضعف التبويض أو تكييز في المبيضين وفشل العلاجات معها لفترة طويلة يعني خدت سنة أو اثنين أو ثلاثة وما فيش حمل يبقى موجودة للحقن المجهري يبقى أسباب في المبيضين أو قد يكون أسباب في قنوات فالوب اللي هو الوعاء الناقل للبويضة من المبيض إلى الرحم وهو ده المكان اللي بيلتقي فيه الحيون المنوي بالبويضة ويؤدي إلى عملية التخصيب ويؤدي إلى تكوين الجنين داخل هذه الأنبوبة بالمناسبة برضو الأنبوبة دي تمثل عندي في معمى الأطفال الأنابيب تمثل عندي الحضانة الحضانات عشان كده تقدمت جدا جدا والأوساط الغذائية اللي فيها تمثل الأوساط الغذائية اللي بتغزي الجنين في البداية فبدأت تبقى مماثلة وعلشان كده النتائج بتاعة الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب بدأت ترتفع إلى نسب عالية تصل إلى 70% وأحيانا أكتر من 70% الأنبوبة دي قد يكون فيها انسداد قد يكون فيها مشكلة من المشاكل يبقى أسباب في الأنابيب أو يبقى مشكلة في الرحم مثلا في أورام لفية أو إلى أخر طب يبقى معنا كده يا دكتور طب لما تدي لك ست بقالها سنتين أو تلاتة ما حملتش إيه اللي بتبدأ فيه إيه اللي بيبقى مورقامل قبل ما تخش في كل التفاصيل دي أكتر حاجة معرضة لها الستين هو يعني لازم من البداية عملية الفحص بالنسبة للمفيش عملية فحص للست فقط لغير بدون لازم لتنين مع بعض فحص الرجل هو تحليل سائل منوي خلاص وخلص الست فيه كتير فيه كتير طبعا بتبدأوا بهيه إيه البرابي أبدأ أعمل أشوف التاريخ المرض بتاحها أبدأ أعرف الدورة بتاعتها ممتازمة لأنه انتظام الدورة الشهرية معناه انتظام في عملية التبويض ووظيفة المبيضين بعد كده نعمل موجات فوق صوتية بسيطة ودي في العيادة بتتعمل بشوف حجم بشوف الرحم بشوف شكل الرحم إيه بشوف فيه أوراهم موجودة في الرحم بشوف المبيضين وشكل المبيضين عامل إزاي وأقدر أحدد مخزون التبويض من الموجات الصوتية دي ممكن أشوف المبيض هل فيه أكياس مثلا زي أكياس دموية أو أكياس اللي هو بيسموها أكياس شكولاتة عندنا مشكل كتير أو إحنا مشكل كتير طيب دكتور لو واحدة فعلا عملت لها كل التحاليل أو الحاجات اللازمة واكتشفت إن حلها فعلا الحقن المكاتل إيه البروتوكولات إيه اللي ست بتتجهز إزاي والرجل كمان لو ليه تجهيز هو يعني بداية عملية التجهيز تبدأ بعملية إن أنا أفهمهم يعني إيه حقن المجهاري وإيه النتائج المرجوة من الحقن المجهاري بطريقة علمية بحيث إن إحنا لا نفرض في التفاؤل ولا نتشائم إطلاقا إنه بعرفين على أسس علمية زي العملية دي بتتم الحاجة التانية حبدأ بعد فحص لتأخذ التاريخ المرضي والتحليلات اللازمة ومن ضمنها وزن السيدة والتاريخ المرضي هي خدت تنشيطات قبل كده للمبيض طيب لما كانت بتاخد تنشيط كان المبيض ده بطلع بويضات بكمية كبيرة ولا كمية بسيطة ولا كانت بتاخد كمية منشطات كثيرة عشان تطلع لي بويضة وسن الزوجة والوزن المعامل الوزن اللي هو البيئ ما اي اللي هو ده ليه عامل لو رفاقية قوي أو تخينة قوي طبعا لأنه الجرعة بتتحدد جرعة التنشيط بناء على الوزن يعني لو واحدة رفاقية ودتها جرعة كبيرة ممكن تؤدي إلى فرط في التنشيط لو واحدة تخلي في عشرة يعني تحمل في عشرة طبعا طبعا فبالتالي احنا بنحدد البروتوكول بتاع التنشيط بناء على والجرعات اللي احنا عن نستخدمها بناء على هذه المعطيات ثم نبدأ في البروتوكول بعد طبعا الفحوصات الطبية اللازمة ونسبة لوجود امراض عندها مثلا زي الغدى الدراقية او قد يكون سكر او قد يكون قلب او الوظيف الكلا بتاعتها كويسة كل ده لازم تببى الامور كلها يعني محسوقة طبعا هي معنى كده دكتور يعني التجيزات الى جانب ان انت تتأكد ان سهدك كويسة هو تنشيطات وبعد كده بيتم الحقن المجهري ايوة قد ايه فقد ايه بقى بيحصل التنشيط ده يعني انا حاول سيادتك معظم البروتوكولات بتاعت التنشيط هنتدي فيه لان هو معظمها هنحصرها فيه نوعين فيه طبعا انواع اخرى بنستخدمها لبعض الحالات لكن انا هتكلم فيه الكومل في العام يعني فيه بروتوكول طويل المدى للتنشيط وبروتوكول اللي هو الانتاجونس بروتوكول البروتوكول اللي هو طويل المدى انا ببدأ قبل الدورة ببدأ به قبل الدورة الشهرية مثلا بحوالي اسبوع بنبدأ ندي ادوية معينة لتصبيط الغدة النخامية ثم ابدأ فيه عملية تنشيط المبيض من ثالث يوم الدورة البروتوكول التاني لا انا ببدأ فيه تنشيط المبيض من اول او تاني يوم الدورة وامشي علي كده وبنجيبها على يوم السادس او السابع نعمل موجات صوتية ونشوف عدد البويضات ايه ثم البروتوكول اللي بيبتدي اللي هو الانتاجونس بورتوكول انا بستخدم ادوية معينة عشان برضو اثبت بيها الغدة النخامية اوكي يبقى اذا الاثنين فيها تثبيت لغدة النخامية بس واحد بيبتدي من الاول من قبل الدورة واحد بيبتدي من بداية الدورة اللي بيبتدي من قبل الدورة ده نوع معين بيتاخد التاني بيتاخد لنوع للتاني نتايجهم الاثنين تقريبا في نسب النجاح ونسب حدوث الحمل يعني احنا بنتكلم في السن الصغير من عشرينات لغاية الخمسة وتلاتين ممكن نتكلم في ما بين ستين وسبعين في المية نسب النجاح واللي فوق من خمسة وتلاتين لتمانية وتلاتين او بداية الاربعين نسب بتقل ممكن تصل الى اربعين او اقل بعد الاربعين لا بتنزل بتنزل طب دكتور انت قلت اتنين بروتوكول مين دا ومين دا ولا على حسب الحالة ولا هو يعني بالنسبة للبرتوكول دا له ميزة وده له ميزة اه يعني احنا ممكن نختار احنا ممكن نختار احنا دي نقطة نقطة تانية انه انا لما بدي تنشيط هو الفكرة في ايه دلوقتي الفكرة ان انا بقت اسمه كيومي بيقيسه نسبة نجاح الحكم المجاري بايه مش ان انا اديت تنشيط طلع بوايضة او اتنين خدنا البوايضة او اتنين دول بقوا جنة وحطناهم جوه الرحم فشلت لا دا مش كده دا انا ممكن ادي تنشيط بطريقة زيادة شوية عشان اطلع خمستاشر بوايضة من عشرة لخمستاشر بوايضة هو دا المثالي اوكي فبالتالي طلعت عندي عدد من الاجنة اوكي دي حنقل لها اتنين تلاتة جنينين في الدورة الفرش دي طب والباقي حيروح فين هجمده لو ما حملتش في دي بقى عند المجمد اوكي مرة واتنين في الدورات الاخرى ممكن تحبل بيهم ونسب الحمل المجمد زي نسب حمل الفرش بالزبط بالزبط طب ولو حملت بتعمله فيهم ايه لو حملت بنسيبهم لو هي محتاجة تاني تاني يبا بدل ما تستخدم ادوية بتوفر على نفسها ادوية طب ودول ممكن يفضلوا اللي حد قد ايه اكتر من خمس سنين اكتر من عشر سنين كمان طب دكتور الحقن المكهري كل انواع الحقن المكهري بتحتاج المنظر الرحمي وايه برضو بتعرف للناس هو المنظر الرحمي ببساطة هو عبارة عن منظر يعني بنشوف ندخل جوه تجويف الرحم من خلال عنق الرحم وبنشوف تجويف الرحم لانه تجويف الرحم ده هو الغرفة اللي بتحط فيها الجنين اكيد فلازم تبالغرفة دي سليمة طب فايدته ايه فايدته ان انا استبعد وجود لحمية فايدته ان انا استبعد وجود حاجز رحمي موجود في الرحم استبعد وجود التصاقات في الرحم طيب هل هم دول الطريقة الوحيدة للاستبعاد عن طريق اجراء منظر الرحم لا طبعا انا بعمل موجات صوتية الموجات الصوتية ممكن اشوف بيها اللحمية ممكن اشوف بيها الحاجز الرحمي ممكن اتوقع وجود التصاقات عند السيدة دي في تجويف الرحم بتاعه هم دول اللي هعمل لهم منظر رحم لكن كانت طلعت فترة من حوالي خمس ست سنين كده انه كل حالة هتعمل حقن مجاري اعمل لها منظر رحم ليه اعمل لها منظر رحم قالوا واحنا دخلين المنظر رحمي بنعمل زي خدش فيه بطانة الرحم اوكي الخدش ده بزود نسب التصاق الجنين في الدورة اللي بعدها اوكي وجد ان الكلام ده لا ده طلعا مش مظبوط قوي اوكي انديكيشن لور انديكيشن لور او مشكلة او مشكلة مفيش مشكلة يبقى مش كل الحالات هتعمل منظر رحم طالد دكتور اهميت قناة فالوب ايه اه هو قناة فالوب زي ما قلنا هي ده لعاء الناقل للبويضة وهو اللي بيحدث فيه اتصال البويضة بالحيان المنوي وبالتالي يحدث التخصيب واول ثلاث تيام من عمر الجنين او اربع تيام من عمر الجنين عيشهم جوه الانبوبة دي الانبوبة دي بتفرز افرازات تغزي هذا الجنين في الفترة دي فيها وسط البي اتش بتاعه برضو مناسب ثم الانبوبة دي فيها اهداب صغيرة من جوه ولها حركة دودية تنقل الجنين ترميه كده هو على ناحية الرحم اوكي بالزبط كده طب لو نسدت هيبقى فيه مشكلة لو نسدت هيبقى فيه مشكلة يبقى بالتالي سددها نتيجة الالتهابات حدست ممكن واحدة حصلها حمل خارج الرحم يعني حمل خارج الرحم يعني حمل في الانبوبة قد يكون الجنين ما وصلش الرحم والتصق بالانبوبة وادى الى انفجار فالانبوبة دي تشالت فما بقاش عندي انبوبة الحمل خارج الرحم ده خطر يا دكتور طبعا لان ما بيبقاش متشاف صح بالزبط وتشخيصه صعب شوية هو واحدة بتفضل تتنفك تتنفك وشا وتفتكينا عندها قولون وحدة صاحبتنا صلى الله كده لحد ما تنالت المسجر وانفجر وانفجر ويعمل واحد من أسباب يعني وفيات السيدات أثناء بسبب الحمل هو الحمل خارج الرحم لانه بيؤدي لما بينفجر بيعمل نزيف داخلي جوه البط يستدعي نقل دم ومشاكل نقل الدم ده في بعض الأماكن النائية ممكن ما نلحقش نوديها مستشفى وتنتهي طب بس دلوقتي يا دكتور لو أنا هعمل حقن مجهري هل لو الأنابيب دي مسدودة ما ينفعش لا ينفع لو الأنابيب مسدودة فقط لغير لا ده الحقن المجهري معمول للحالة للموضوع ده للموضوع ده طب بس مش حدرك قلت دلوقتي الجنين لازم يقعد شوية في الأنبوبة يتغذب هم عملوا بقى الحضانات والأوساط الغذائية عملوها زيها زي الأنبوبة بالظبط فأنا جوه الرحم لا بره الرحم بره الرحم يعني الحضانة اللي عندي في المعمل هي زي الأنبوبة وبعد كده بناخده بالظبط بتوفر درجة الحرارة نفس درجة الحرارة درجة الرطوبة البي اتش اللي هو الغذات اللي جوه عشان الوسط كده مع الوسط الغذائي بدأ يعرفوا الأنبوبة دي بتطلع ايه ايه الوسط الغذائي ده ومكوناته فبدأ يتعمل أوساط غذائية مشابهة ليه الأنبوبة بالظبط للإفرازات الأنبوبة بتكونها والجنيد بتغذى بيها ده كله عندي بره في المعمل يبقى بسيب لغاية خمس تيام التلات تيام أو الخمس تيام الأولى في الحضانة ثم بعد كده بننقله داخل تجويف الرحم لأنه هو الجنين بيوصل بيقعد انقسامات 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 على اليوم التالت أو الرابع يصل إلى تجويف الرحم لغاية لما بيحصل فيه حاجة اسمها بلاستوسيست اللي هو اليوم الخامس يعمل زي كيس كده ويبدأ يلتصق ببطانة الرحم وينغمس جواه ده اللي في الطبيعي فبقينا نحاكي الطبيعي فننقل الجنين بتاع اليوم الخامس إلى داخل تجويف الرحم علشان يزود نسب حدوث الحمل طب دكتور هل فيه نسبة عشان الموضوع ده مش طبيعي مية في المية ان الاطفال يطلعوا فيهم حاجة مش مزبوطة فهم قصد ايه ولا دي بتاعت ربنا حتى لو جوا دي بتاعت ربنا بس هو لكن بفيش بس النسب بالزبط النسب تقريبا تقريبا مشابهة للنسب الطبيعي يعني حاجة بتاعت ربنا بالزبط كده بالنسبة للحاملة الطبيعي حتى نسب الإجهاض تقريبا مشابهة بل بالعكس في الحالات اللي بيحدث فيها إجهاض متكرر ومش معروف سببه ايه او بتعمل حقن مجهري ومش معروف سببه ايه الحالات اللي قد تكون فيها أمراض وراثية معينة وخايفين انها تتكرر في الطفل اللي بعد كده واللي بعد كده واللي بعد كده طرق العلاج بتاعتها ان انا عمل لها حقن مجهري طب اعمل لها حقن مجهري هتستفيد ايه عشان الجنين ده وهو عند كده باخد عينة من الخلايا دي وابعتها معمل الوراثة الجنين طبعا ما بروحش معمل الوراثة خلاص لما يكون في بطن الام لا قبل بطن الام وده بيحصل قبل حقن مجهري طبعا فانا الجنين قبل ما حطه جوه الرحم بما متأكد ان هو سليم وراسيا مية في المية وبالتالي لما حطه يطلع ممتاز يطلع جنين طبيعي يبقى مثلا في بعض الامر بقى الناس بقى يا دكتور احسن انها تعمل حقن مجهري اضمن ما هو ده حاجة الحاجة التانية ده عيوب ان انا حولت الست دي من انها بتحمل طبيعي الى لازم ادوية وحتى اعمل جدا مش مهم المهم النتيجة المهم الميجز بالاخر بالضبط طب دكتور حاجة تانية هل ممكن واحدة تجيب تونز عن طريق حقن مغاري الدكتور قاصد ولا دي حاجة بتاعت ربنا انها يحط اكتر ولا هنا بقى المشكلة هل الحمل التوئمي ميزة ولا الحمل السنجل احسن طبعا الحمل السنجل احسن لانه كلما الحمل بزيد العدد الاجنة كلما زادت المشاكل بالنسبة للسيدة دي طبعا اكيد ابسط حاجة الولادة المبكرة فلا الولادة اللي حيبه مبتسرين حدخله حضانة حيبه مشكلة وتعب عصاب الحاجة التانية اثناء الحمل الست تعبانة طول الحمل انها بدل ما هي شايلة واحد شايلة اثنين او ثلاثة ممكن يحدث ارتفاع في ضغط الدم ممكن تبقى اكثر ارضة بس يا دكتور هل ينفع لو واحد عايزة تونز بالحق ان المجهاري الدكتور يساعدها بانا بحط اثنين اثنين اجنة كده ولا كده بتحط اثنين بالزبط انا بحط اثنين ممكن او احط ثلاثة يمسكوا طب افرضي في بعض الناس بحطوا اربعة فبندخل نموة واحد او اثنين من البداية طبعا دس انقاذا للي موجود عموما دكتور بجد شكرا جدا معلومات انا استفدت بيها شخصيا يعني معلومات فعلا شيقة جدا واكيد كتير من الستات استفادوا وما تخافوش يا ستات دلوقتي بقى في حاجات كتيرة جدا مش كده يا دكتور يعني بعد ربنا طبعا ممكن اكيد تحمل دكتور بجد نورتني جدا هنروح للفاصل ونجعلكم تاني على طول اشتركوا في القناة